بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عزيزي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في درس من دروس مادة لغة الجميلة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني سوف أكون معكم بمشيئة الله تعالى في هذا الدرس لنتدرب على مهارة مهمة من مهارات التعلم والتواصل مع الآخرين وهي مهارة الاستماع درسنا لهذا اليوم هو نص الاستماع الذي بعنوان في مكتبتي وقبل أن أبدأ في عرض هذا الدرس أتعرف معكم على أهم أهدافه وهي يهدف درسنا لهذا اليوم إلى أن يتعرف الطالب على آداب الاستماع ويطبقها أن يجيب الطالب من الذاكرة عن أسئلة النص المسمو كما نلاحظ عزيزي الطلاب والطالبات هذا هو عنوان درسنا نص الاستماع في مكتبتي وهو في الكتاب في الصفحة رقم 33 وكما تلاحظ أيضا يوجد رابط رقمي للدرس في أعلى هذه الصفحة بإمكانك أن تعود إليه وتطلع على ما وضع في داخله وتلاحظ أيضا أنه يوجد رابط ألكتروني للاستماع للنص بإمكانك أن تستمع للنص من خلاله أعزائي الطلاب والطالبات قبل أن أبدأ معكم في الاستماع لهذا النص هناك آداب خاصة بالاستماع هي آداب الاستماع ومن أهمها الإصغاء الجيد للمتحدث حتى ينهي كلامه سواء كان هذا المتحدث واقفا أمامك أم أنك تشاهد هذا الفيديو يجب عليك أن تصغي جيدا حتى تفهم ما يقال أيضا تجنب كثرة الحركة ومن آداب الاستماع أيضا النظر إلى المتحدث أثناء الحديث لأن هذا من التواصل مع الآخرين ومما يعطي انطباعا للمتحدث بأنك منتبه لما يقول ومهتم له أيضا إظهار ملامح الفهم للمتحدث وكذلك تجنب مقاطعته حتى ينهي كلامه وأيضا الاستجابة للمتحدث والتفاعل مع كل هذه من آداب الاستماع الجيد وأنتم بإذن الله تعالى مستمعون جيدون إذن هيا بنا لنستمع للنص قبل أن نستمع للنص هناك تقويم لاستماعك هذا التقويم هو أن تضع لك نقطة أو درجة عند الإجابة عن أي سؤال من أسئلة النص بعد الاستماع إليه فإن أجبت عن جميع الفقرات فمستوى استماعك جيد إن أجبت عن تسع فقرات فأكثر فإجابتك عفوا فاستماعك استماع متوسط أما إن أجبت عن ثمان فقرات فأقل إجابة صحيحة فأنت بحاجة إلى زيادة تركيز وتدريب إذن الأسئلة التي ستأتي عددها خمسة عشر سؤالا قم بوضع الدرجة على كل سؤال تجيب عليه ثم قوم استماعك أستمع ثم أجيب إذن بإمكانك أن تلتقط من خلال الاستماع إجابة لهذين السؤالين إذن نبدأ الآن في الاستماع للنص في مكتبتي كان الدرس تعبيرا قرأت لنا المعلمة الموضوع وكان عن أهمية القراءة وفوائد الكتاب ثم طلبت إلينا مناقشته بلغة عربية فصيحة واستحسنت أن تكون الأفكار مرتبة غير مكررة والكلمات والجمل مختارة وكنا نحاول ذلك فكانت تكتب الجميل منه على السبورة لتلفت أنظارنا إليه وتحميلنا على الإتيان بمثله كان كل ما تقوله زميلة رزان يحظى باستحسان المعلمة فتكتبه على السبورة وتشجعها بالمدح وكنا نستلطف كلامها أيضا ونعجب من أين كانت تأتي بهذه الأفكار والجمل والمعلومات اشتاقت نفسي إلى أن أكون مثلها فسألتها بعد انتهاء الدروس رزان من أين لك هذه المعلومات الغزيرة وهذا التعبير اللطيف وأنت مثلنا في الصف السادس تدرسين ما ندرس وتقرأين ما نقرأ فابتسمت وقالت يا أختي إن المدرسة لا تعبين العلم كله إنها المفتاح إلى بساتين العلم فإذا أردت قطف ثمارها فعليك بالقراءة المتواصلة والإطلاع المستمر أعجبني حديثها فقلت ولكن كيف وأنا لا أملك مكتبة وليس لدي كتاب غير كتب المدرسية قالت رزان الأمر سهل المكتبات كثيرة مكتبة المدرسة مثلا إنها تفتح أبوابها دائما لاحتضاننا وهي منهل للعلم لا ينضب فقرأي منها ما شئتي فقلت أخشى أن تصرفني قراءة الكتب عن مذاكرة الدروس فقالت رزان لا حاولي أن توفقي بينهما وقرأي ما تحصلين عليه من كتب ومجلات ثقافية فهي غنية بالأفكار سهلة الأسلوب حلوة التعبير وهي تتحدث عن معظم جوانب الحياة قلت من اليوم سأضع لنفسي خطة أنجز بها مذاكرة بسرعة ثم أرتاح قليلا لأقرأ بعدها ما يتيسر لدي وسأوفر كل يوم من مصروفي لأشتري بما يتجمع منها كتابا نافعا أو مجلة ثقافية فقالت رزان وبمرور الأيام ستصبح لديك مكتبة عامرة قلت وتصبح لدي القدرة على التعبير مثلك وتصير مكتبة مدرسة الثانية ومعلمة الدائمة وصديقتي التي تطلعني على كل أسرار الحياة إذن أعزائي الطلاب والطالبات بعد أن استمعنا لهذا النص استماعا جيدا وفهمنا ما دار فيه من الحوار بين رزان وصديقتها المطلوب الآن أن تجيب عن هذه الأسئلة من الذاكرة أذكر إذا أجبت إجابة صحيحة قبل أن تظهر على الشاشة ضع لنفسك درجة ثم قوم استماعك في نهاية الدرس نبدأ التقط مما استمعت إليه أو التقط مما استمعت إليه ما يأتي فعلين مضارعين وردت في النص فعلين مضارعين وكذلك فعلا من الأفعال الخمسة تكتب وأيضا نقرأ هذين الفعلين المضارعين مرة معنا في الدرس فعلا من الأفعال الخمسة تدرسين إذن تدرسين فعل من الأفعال الخمسة اتصلت به يا المخاطبة نكمل حل بقية التدريبات أختار الإجابة الصحيحة كان الدرس تعبيرا قراءة إملاء أحسنتم أحسنتم كان النص تعبيرا عفوا كان الدرس تعبيرا كان الدرس عن أهمية الكتابة التحدث القراءة أحسنتم أحسنتم كان الدرس عن أهمية القراءة قرأت لنا قرأت لنا فراغ الموضوع مديرة المدرسة مديرة المدرسة الزميلة المعلمة أحسنتم أحسنتم الإجابة الصحيحة المعلمة أكمل الفراغ الآتي مما استمعت إليه إذن الإجابة يجب أن تكون من النص الكتب غنية بفراغ سهلة فراغ حلوة التعبير من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال فهو مستمع جيد الكتب غنية بماذا أحسنتم الكتب غنية بالأفكار سهلة أحسنتم الأسلوب كما مر معنا في النص أجيب عن الأسئلة الآتية هذا التدريب في الكتاب في الصفحة رقم ثلاثة وثلاثين إن كنت تتابع من كتابك ألف ماذا فعلت المعلمة عندما استحسنت الفكرة ماذا كانت تفعل المعلمة عندما تستحسن الفكرة من رزان وصديقاتها ماذا كانت تفعل أحسنتم 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 كانت تكتب الجميلة من الأفكار على السبورة من أين تستقي من أين تستقي رزان ورد في النص ورد في النص إجابة عن هذا السؤال إذن الإجابة الصحيحة من القراءة المتواصلة والاطلاع المستمر جيم ما سبب إعجاب زميلات رزان بها ما هو السبب الذي دعا زميلات رزان للإعجاب بها ما هو السبب أيضا الإجابة من النص كثرة ما لديها من أفكار وعبارات وجمل السؤال الخامس أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة وإشارة خطأ يمين العبارة غير الصحيحة كانت درس عن أهمية القراءة وفوائد الكتاب هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة أحسنتم الإجابة أحسنتم الإجابة صحيحة والعبارة أيضا صحيحة أحسنتم الإجابة صحيحة أم خاطئة أحسنتم هذه العبارة خاطئة بل أن المعلمة استحسنت كل ما قالته رزان وكانت تدون هذه المعلومات والجمل على السبورة هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة باعتبار ما استمعت إليه في النص أحسنتم هي إجابة صحيحة أكمل الخريطة وفق ما استمعت إليه من النص استحسنت المعلمة أن تكون الأفكار الكلمات والجمل المناقشة استحسنت المعلمة أن تكون الأفكار أحسنتم مرتبة غير مكررة استحسنت المعلمة أن تكون الكلمات والجمل مختارة كما استحسنت المعلمة أن تكون المناقشة بلغة عربية فصيحة أعزائي الطلاب والطالبات الآن عليكم أن تقوموا أنفسكم بحسب استماعكم وبحسب ما حصلتم عليه من النقاط وكما ذكرنا إن كنتم حصلتم على نقاط كاملة فإن استماعكم جيد وإن حصلتم على ثمان نقاط فإن استماعكم يحتاج إلى زيادة تركيز وتدريب أرجو أن تكونوا مستمعين جيدين ألقاكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته